أهلا بكم الممثلة المغربية نيسر الراضي فاس أبيلا المرميد أفبام المواجهة هي أول خرجة إعلامية حقيقية لها بعد عبورها من معرجان كان السينما العالمي في ماير ماضي هي أول ضيفة تعود بعد أشهر فقط من مرورها الأول في الأفبام بين مرورها الأول قبل نحو عام ومرورها اليوم سارت أشياء كثيرة وحدثت متغيرات عديدة في مشوار النسر الراضي سجاد أحمر في كان جوائز عن دورها في فيلم آدم لمريم تزاني ومشاركات في أعمال أخرى فرضت علي أن أوجه لها الدعوة مجددا حبرت من كان ومن برلين وبعدهما تنسلت دعوات العرب الجونة في مصر وقرطاج وقريبا القاهرة لأن العرب ألف أن يتهافت على الموهوب حين يعترف به على أعلى مستوى هي عادة نعرفها جيدا وصرنا نتفهمها ولو على مضاد نسر الراضي صارت ربما أكثر الممثلات المغربيات التي تتوجه إليهن الأنظار حاليا قليلة الظهور في وسائل الإعلام وأحيانا تثير الجدل لكن الأهم هو أن نسر الراضي أمام الكاميرا تقنع بل وحتى من اختلفوا معها مهنيا في السابق صاروا اليوم يشهدون لها بالكفاءة ويودون الاشتغال معها نسر الراضي في الأفبام مجددا لأنها في الواجهة بعيدا عن الجدل قريبا من المهنة نسر الراضي في الأفبام مجددا في انتظار حلول المخرجة مريم تزاني قريبا كما وعدت وستفي بالوعد طبعا الموعد الذي نصدف فيه من له الجديد ونسر الراضي لها كثير من جديد بالتالي مرحبا بها وبكم والسلام لنعبر نسر الراضي مرحبا بك في الأفبام هذه تقريبا كما قلت تقريبا عام ما كاملاش باش مريت من هنا في هذا السوديو في دور وفخرة كان هزال ما كين لا كان لا أعدام كاني الله تصور تكلمتي على أشياء كثيرة وعتيب أشياء كثيرة في المرور السابق وعندك الجديد بالتالي كان نشكرك لأنك وخا قليلا ستظهر كما قلت قبلتي تحضري في الأفبام مجددا شكرا على التقيقاتي لك ومعافش واشتقاه لله ولكن شكرا لك كينتقيق شوية بيسا كينتقيق ولكن هذه قليلا ستظهر ولكن أنا أعدام قليلة الظهور لأنه ما كن بغيس نمشي لأي برنامج كي نقش أي حاجة أنا كن بغي نهدر على الخدمة ديالي يعني والبرنامج ديالي كيمكن من البرامج اللي كي يحترمو هاد النقطة هاتي وهي آدي تقا كنتمنوا على الله أنه من خيبوش هات تقا هاتي وكيما قلت أنا متبع المشوار ديالك مزيان وبكل صراحة كل إنسان عنده جديد كنكون ساعد بأنني نستطفو ونعاود نستطفو في كل مرة نسري الرادي بلا ما نتأخره بغيت نمر معك لتجربة ديال الفين طويل آدم ديال مريم توزاني تجربة اللي كبيرة بالنسبة لك انت قبل ما نتكلموا على الشخصية اللي اللبتي سامية واللي لقت واحد تطلحيب وخلقات واحد شوية ديال جدال بغيت من البداية نسولك نسري نسري الرادي أو مشوار ديال نسري الرادي ما قبل كان ماشي هو المشوار ديال نسري الرادي ما بعد مهرجان كانوا تفقن على هاد الوصفة هادي بعدها من الأول طبيعا الحال كان اختلاف كبير لأنه شفت حوايج آخرين اللي أنا كنت بغاهم لا بغيته فش وصلت لهم قلت خاصني دابع نعرف مزيان فينا هذا هاد المرحلة اللي فيها أنا هي أصعب مرحلة عند الممثيل لأنه أي حاجة محسوب عليك أي خطأ قدرتين أيلعب ضدك وانا دابع في واحد الوقيت اللي بصح صعيبة بزاف كان نحاول كل الاختيارات ديالك تحيحة اكزاكتو مو صعيب صعيب بزاف ومسؤولية كتكبر وانت خاصك تكون قد المسؤولية والدور اللي كان قبل ما خاصنيش نهبط عليه في فيلم واحد آخر ونوعية العمال وبزاف ديال حواج وكيف معرفتي حنا في المغرب رمعناش بزاف ديال الفورس بحال هذا باش عرف تختار بزاف باش تعرف تختار بزاف باش تشتغل في عمل وكتقول ياريك لو كان غير ما اشتغل شي باش باش تبقى ديالك السورة اللي كان في ادم علما أنه وادم ولكم كتتحمل المسؤولية ديالك لابعنط كي تحمل المسؤولية ديالك لابعنطر ما بقاش نهدره بزاف كي كي صافي بشيتي في ديالك الساعة سبق لك حترتي معي شامل العسيري بفيلم الجاهلية في مهرجان ديال بيرلين ولكن مهرجان ديال كان في فئة ندراما أنسعتان غغا مهرجان ديال كان كيبقى حاجة أخرى بكل صراحة كل شي مختلف أجواء أخرى مغيرا نشوف من البداية واحد المقطع من الفوتوكل اللي تلال عرض العالمي اللول في كان ونرجع نتكلمه واخا المغررقة جمع الى الجانب جمع الناس سيدي عارض مكان مبلا نسلين نسلين على ما أخر مواصفات أخرى من بعد كي يجبر الفنان راسو خاصوا يرجع الأرض الواقع أرض الواقع لا ترجع الأرض الواقع مختلفة على هذا الشيء ممكن أن ترجع الأرض الواقع ممكن أن تبقى في ذلك الأرض هو اختيارك إذا أقدرت على الأرض يمكن أن تبقى فيها وإذا أقدرت على الصراع والمسؤولي أنك تبقى في هذه الأرض وتدخل معها وكأنك ممتل مغربي فهو صعب هذا ما نحن نعم لا يوجد شيء ممتل لا يريد أن يصل إلى هذا الشيء نحن نعم نحن نعم هذا الشيء بالنسبة لي ومسؤولية لا أعرف ولكن أنا أعمل ولكن أنتك تحط في هذه المواقف تحسر أنه يجب أن الإنسان يفكر في أي حاجة في أي دور لأن الجمهور يعتم أكثر من البداية لأن الجمهور المغربي يرى سامية في آدم من بعد إلى أن أرى في دور أقل ربما يقول قاسي شيئا في الحكم وعلى كل حال قبل أن نقشك بخصوص دور سامية في آدم نمروا مقطعين من الشريط آدم لكي يأخذوا معنا نفس من الشريط الذي يتعرض في فئة أنس سيقترغوا يقاف أكثر قادر الكراء جديد هذا في مجرد المحلات المعدة السكنية والسكنية مؤتتة أو غير مؤتتة والذي تفوق المدد الكراء 30 يوم من الشهر كما يحدي 28 كراء في طرف أخيطنا كلك شكرا قدمنا ونكراك أنا أعرفك لكي نجد حولينيك سيدي بحالك وصع بحالك ومجرد ومجرد جدا أصبح ومجرد مجرد ومجرد 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 مجرد ومجرد سأجعل المؤتسي أتأكد من المقرد أعرفكم أعرفكم لن يتعرض لكي تقلبي أعرفك شهدك كشيري كيس حابك؟ لا بغت نعرف أولي لا عليك لا على حياتك سلام عبلا كيف سمنا تحفظ؟ ما زال ما وجدنا سعاد رجع مدى مجود واخ اختي نستقدر بك يهضروا ما أخصتني شي المشاكل عشاك تحطفت مني قبل ورده قدرت أمارين ديلا وانا كنكون مشغولة نترين هذا مقطع من آدم ما هي التي تتوفر عند المخرجة مريم التوزاني وما تتوفرش عند المخرجين أخرين باش تباني بشكل مختلف وبكل صراحة بآدم مختلف على أدواف أفلام أخرى اللي ما زالنا نتكلم عليها عملياً يعني من ناحية كلمة هنا كيفش خدمتي نتيويها على الدور كانت باقصوناش ديلا السامي وشي اللي خلاننا نحسو بها التاميوز هذا عرفت كيفش تفاهمت أنا ومريم في الخدمة كيفش هذا الشي اللي كنت أنا كنت نعم المخرج هو اللي لقيته فجأة في واحد المخرجة ونقيت كنقول واش بالصح ولا لا وشان هي هذا الشي اللي كنعيش دابة مع المخرجة واش بالصح كين في المغرب ولا لا كيفش تاقتش فيه بان لك الفرق بان لك الفرق بان لك فرق كبير السيدة كتعرف بزيار كيفش كتخدم وإنسانيا وفنيا ما عندنا ما نقوله بواحد درجة كبيرة اشتغلنا على الفيلم ممكن نقدر نقولك بحل كيفما كيشتغلوا الناس في في ذلك الشي العالمي يعني كنت أعطتني البرسوناج وبقينا بقيت خدمة وانتك ساعة كنت كنت نسافر بزاف كل مرة في بلاصة وقدمت على ذلك البرسوناج بزاف كنت كنت نخرج كيف حدومت على الدور هذا ديالسامية؟ قبل تصوير كيف حال البربرسوناج؟ كيف حال خده؟ خده بزاف كنت 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 نديروا دي ريبتيسيان أنا و لوبنا مع مريم بيسر وكنت هي كتجي عندنا لوبنا المغرب وكنا كنخدموهنا بزاف كنت ناعدة على متعابة وكاننا الترسل وكاننا نضيف مناسبات وذلك نقوم بتصويرها أما اما تكون التعاود مما نعلمني حتى مريم استطعتنا الفئة بمخارجة ويقومت برفض الممثل يتم احطل الممثل يمكنشت من قد التعادي ومستطيع من النيتبه هو محاولة لا يمكننا دير ممثل ي يُحماق اليوم كان حترموهم بساف الخدمة. كيني مخرجين أنا خدمت مع واحد المخرج كان نقش أنا ويا الدور ديالي. قل لي يا شكون كيس حاب لك انتي راسك تناقشي معي الدور. يعني مستوى كي حبت الزائع. كي بس. وهي انسانيا المخرج خصو يكون كي حسس. ما لوم خصو يكون. أو لكوميديان دياله بأنه إنسانيا. أنا مشي معيونات. نوع دير التواصل اللي. أنا مشي معيونات. أنا يا كين هي راسة. لا رأي ما مشي العلم. هو رأي كين مخرج. كين سيناقصت وكين ممتيل. هادي الناس بثلاثة يخدمون مع بعضياتهم. بشي نجحوا بقوجة. ممكن نشي حاجة أخرى. هاد شي اللي كان في مريم. مريم أنا أنا صدمعتني بالاحترافية ديالي. تنخيل صدمتيني وراكين بالإيجاب. لإنما بين الباساج ديالي ودابا كتزدرب واحدة ثقة كبيرة. شوز اللي أنا عجبني. لاحن تدوس بزات ليزا ترفيو. صافي. 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 تتذربت إياك. كيف يكتشون مرة لولا؟ كان سواء سواء كتجاوب كلمة. اه. لا لا. كنا صراحة بان اختلاف في الخدمة. الدور كما قلت فيه المساديك تفضل. أنا ومريم كانت تعيي تليع. كان شي سيمواء ولا قبل من تغناج. وكانت تقول يا فيني أنا فرباط كتتقول يا أجي عندي الكازا كان مشي أنا ويا الكازا وكانتدوسو في المدينة القديمة أنويا. وكانت تغناج وكانت تغناج منها. وكانتدروا وقدتني الاسباس وأنا الحاجة اللي كان نبغيها في الخدمة بزاف هي الاسباس. هذا الشي اللي ما كان نفهموش حنا في المغرب. الاسباس مهم باش عارف. أنا منين مريم هدرت لي على الاسباس. كنت أقول سافي. وكانت تجي عندي كوميديان أو الإنسان اللي في التشخيص اللي هو كيدوز للناس هذا المساج هذا. حيث هذا القضية دي حاولت المرة مرارا مع عباد الله. لأنه استخلق الألفة ما بين الكوميديا وما بين الفضاء فين غيسوه. أنا كنبدأ المتود ديالي كنبدأ بالاسباس والول في الشخصية ديالي. أنا مهم عندي الاسباس. مهم نعرف فين غادي تكون هديك الشخصية. والله يجيبك بزاف ديال مريم تخدم بحروم. باش ركز خجلات الخلاصة. وخام موضوع الأم العازيبة. سبق فعلا وتم تناول دياله مرارا في السينيما المغربية واحتل العربية. كين اللي يقدر يقول بأن مهرجان كان كين ينتابع عن قصد الأفلام اللي كانت تناول بحال هذه الموادع. ممكن يكون عنده اللي يقول هذه الكلام دا. ممكن يكون عنده الحق أو جاني من الحقير. هو جديد هنا. وأنه مريم توزاني صناعات شريط على المرأة اعتمادا على الكفاءة ديال المرأة باش تعرض للمعاناة ديال المرأة. بمعنى أنه ولو لحظة كنحسو بأن الفيلم تعمل باش يتم توجيه اللوم مثلا الرجل. هذا شيء ما كانش ما كانش في الخارطة ديال الطريق ديال في الاشتغال ديال على الفيلم. هاد شيء كنت عارفة ووعية به قبل ما تصور أو لا قريتي السيناريو وانت بيدون ما تنتابع لها التفصيل هذا. نابسو أنا عارفة قريتي السيناريو وعارفة عشنو كيف. ولكن اللي أهم من هاد شيء كامل من الموضوع اللي تروح في الفيلم. حتى هذا شيء اللي قلنا موهم. لأنها هي قصة حقيقية في الفيلم. وهذا يمكنك أن تشاهد غرف الموضوع والموضوع الزماعية موضة ديال المهرجانات وغاديت ما نعرف فينات بشي بي هي قصة حقيقية ومريم بقيت عندها وبغاديت ديالها فيلم. وفش دارت بغاديت ديال فيلم لول دياله كتبات على هذي كليستوار اللي ماركيها في حياته. لا نستطيع أن نقول لها لا. لا تباعد. هذا الشيء هو دول اختلاف اللي كان في الفيلم. لأن وعادة هذي نوعية الأفلام بكل صراحة اللي سيديو ديال في من ناحية ديال الموضوع. ولكن كان ديالما كيلتها ما تلراج لستجرسي. ديالما كين. لكن هنا بكل صراحة. ولكن فيلم. لكي نكونوا واضحين. سمعوه نيساء. وموجه الجمهور الواسع. واللي ما كتبانش ديال المسادين أنه خصنا بالضرورة المشي. والذيك الكليشي. اللي سبقت المتناول دياله. تحت لي كان سؤالي أنه كين أفلام أخرى اللي صورتها في النفس الفترة. مع مخرجين أخرين. ولكن رأى النتيجة ماشي هي النتيجة. نيسرين الراضي هنا في آدم رأى مختلفة بزاف وحسن بزاف من نيسرين الراضي في أعمال أخرى. وهذا يعني بأنه كين أفلام اللي شفت. أولا على الأقل فيلم اللي شفتو. انت عارفاني على ما كنت تكلم. موين. نحن بشكل عام. النتيجة ما كتكون هي النتيجة. مع مرعة تكون هي النتيجة. أنت تكون ممثلة جيدة وممثلة جيدة. وتضعني في كل شيء مزيد. في اللي ضاير بيها كل شيء مزيد. وكيف بقيتيني نتلعى جيدة؟ لا يمكنك. أنا أخدم. أنا أخدم بأس. أنا أخدم بأس. أخدمي في الحاجة. هذه الرزيزة اللي كان صعوب. أنا كان عندي مرأة كتعلّمني دو سوئين لكي نصعوب هذه الرزيزة. أنا ولوبنا ولوبنا. كانت عندها مرأة أخرى كتعلّمها كيف أستعجن. في أمين نقدم بأس جدّم معاك بأس من الموززة. هذا ما يريد للذيء بعيد اعتقلت على الأمرين يعني اسمح لي. لا يمكنني أن أخدميس جيداً بأس الموززة. لا ندركوا هذا. لا أشبهو لهذا. لا يمكنني الناس الذين يفضلون بعض الحلقة. لكنني لدي أرى أن يكون كل شيء في حلقة الموززة بأس. كي نزيد القدام يكون كل شيء يفضل مع هذا. ما يمكن أن نتفلف لو لا توقف؟ إذا لم تقدمي الصدفة من تحدّمها. وعلى كل حالة الجواب ذيك رواد حالة لنسواتين قلت لي وشفتيهم ما غير يمشي في التفاصيل أخرى نخلينا في فكان الفيلم تعرض فكان ومن بعد بدل العرض ديلو في مهرجانات كثيرة لأنه الفيلم الذي يمشي في أنسا تنغوغا هو على فكرة إنتاج مغريبي بلجيكي فرنساوي ساعة وثمانية وثلاثين دقيقة من بعد ما كيت تعرض فكان قد جي الموجه ديلو أنه يمشي المهرجانات أخرى فيزي بيتي كينا بدأت علاقتك مع الجوائز ومنها جائزة سلمتيها في مصر في مهرجان لجونة نشوفوا واحد المقطع واخا واخا موسيقى 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 نسرين هادي الجاهزة ديال EDA وهديك طيحة ولكن المهم أنا ماشي مغي نظر على هاتش أسمعش التخصص ديالي ولكن المهم على كل حال وخاك الطيحيك تقدريت نوضي وهذا هو المهم ياك كيف كنت؟ أنا لم تتحطش دعمة أدخش لي موسيقى المتافور موسيقى طاعت كانت درجة وطاعت وستعفة بشي ست وعندما كنت تحكي هنا أنا لم يجدد أدخش موسيقى والجائزة EDA هادي كنت الجائزة لولا؟ لا لا الجائزة لولا كانت في جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا جائزة ديال أحسن ممتلة في السيفا انترناسيونال وهذه كانت تاني الجائزة في انتظار جائزة أخرى أنا عارف بأنه كانت أشياء أخرى جاية في الأسابيع المقبلة ولكن على كل حال هذا بمعنى أنه انتي علاقتك مع الجائزة دايو غاعد بدأت إياك أول مرة نأخذ جائزة في مراجة عالمية جميلة أول مرة بحيزة هناك في مغرب مع أفسي مع مارك متأخذي يوقع لكم جاتش مريم تزينيكم مع مارك مع مارك حتى تأخذ لا لا مازال لديك واحد في مديع السلام كلاعي جاي لا مازال لديهم معلومات واخر نبغير رجع للفيلم نيسرين الهم ديل أي مخرج وأي مخرجة هو حسن التخلص بمعنى كيفاش كيسالي الشارط تبع معي أخير دقائق ديال الفيلم أدم بيينتي على قدرة كبيرة بصراحة في خلق إحساس رهيب وأداء كي تغدام من الداخل لا انتغير مليكة شديد دبعا الناس ما زال ما شافوش الفيلم مليكة تأخذي أدم اللي هو الطفل غير هو بعد المشاهدة كيبان للعين ديال الإنسان اللي حريف شوية بأنه كين شوية قدر نسمي بين مزاوجاتي الارتباك في إنهاء الشارط كيبان أنكم ربما جربتوا طرق أخرى وهو مش يعيب جربتوا طرق أخرى ولكن اخترتوا أنكم تخليوا أدم يبقى على قيد الحياة وخما صيرو غير يبقى مجهول كما في الفيلم انتي بصدق كنت راضي على الاختيار كيفاش اختمتي والفيلم أولا تمنيتي أن القفل ديال الفيلم يكون مختلف شوف أنا كن آمن بوحد الحاجة وهو التي تموت بятьد snail لمرة قوم بتعيش أقلم كبيرة ديال عود؟ دعني نأترو صعب بصة ناء هل؟ بصة حاجة تموت بiembre ديال مرات ق Fans وهذه شركة يشو أي واحد الموت يعني إما الموت بالصح إما الموت دي المعاناة اللي كان عيجوه وأنا بالنسبة لي النهاية اللي اختارت مريم من الفيلم قوية بزر جربت وطر أخرى أو اللي فكرت وطر أخرى لإنهاء الفين ما عرفتش من بعد شنو حنت نقصو بزرف دي الحواج من الفيلم على حساب الوقت هذا ولكن كانوا طرق وحدين أخرين ولكن أنا كان نشوف بأن هذه هي أحسن طريقة بشي سدي الفيلم زم ما أنا من وجهة نظر دي وأنتي وعي بأنه الحمل دي الفيلم فربعة خمسة دقائق للأخرى كان كله على الكتاب ديك حسيتي بها ليش سيفين على الكتاب دي الشخصية دي الشخصية دي سامية طبعا دي سامية دي سامية لأنه كي يبان في الخلف ديك شخصو ديك العلاقة ديك المناجات والعلاقة أيضا مع كيفاش كتشك العلاقة كتشك من الرتيباك من الخوف العاود كتشكت علاقة الحب ما بين الأم والطفل ديالها حيث بكل صراحة بزاف ديالناس الحاجة اللي أثرت في موقتي الخمسة دقائق للأخرى كانت كانت صعبة تالية أنا لبعيدة أي لش حيث ذاك البرسوناج حسيت بي بزاف أجتماع بزاف البريودية التورناج كاملة كنت كنصور يوميا استثمانات وإحنا كنصور يوميا أنا كنصور وكان بقحت الليل في التورناج وفاش كنجيل دار كان بقام بهذا كالبرسوناج ما عنديش الوقت في نيبشي لي تنفيق بي وكن يعني عشت عشت بالصح ما تفليتش في دقيقة وحدة في ذاك الفيلم في ذاك الشخصية كنت مسؤولية عندي ذاك الشخصية لأنه هي الفرصة التي عندي دابة في هذا الوقت اللي كنت تناع من دابة واحدة من سنين هذه عايجت عايجت ممتجوا نبي لأيوش؟ نبي لأيوش هناك ضر قوي تخلصت مزيلا؟ وحقك هذا رسول المهنية؟ لا تخلصت مزيلا مزيلا؟ لا نسؤوله شيء أنا عارضة في كاستينغ الثاني كنت تلاقيت نبيل ومريم ودووز ليه واحد ثلاثين ومن بعد ويقول ليه هو مريم كانوا هو ويا هو كي صورنا وهي كت ديلي الى ديركسيون ويقول ليه نسرين بتنسولك كنت هي ممتجلة مزيلا عناش ما كتخدميش بزاف في المريب وانا كتليحة ما كتخلصونيش مني ويقول ليه لا لا ما تخافيت نحن خلصوك أنا كنت يقل وليكن خدمات مزيلا وليكن خدمات كانت مسألة ولكن كانت تجفة من ناحية لا لا تتتنساليم نحن ابتأول مرة أتتتنسا من أجل الرادية كما كنت قلت في الركن الذي خصوصت الى الفيلم من كان نبغينا تكلمي بمضي ربقة لسينما ولا يهمني حديث الهوامش حديث القوبال ولا يهمني تتوقعي مثلا أن الناس بعدما يشوفوا الفيلم سيقوم بعمل مقاشا لأنه كان هامي وكان يساعد قليلا بعد العرب في مهرجان كان ويركزوا على الموضوع الفيلم وعلى أدأك فيه إلى لحظة أنا لم أتبعني على هذا الشيء الذي كان أتبعني لم أتبعني على هذا الشيء لأنني لم أتبعني على هذا الشيء وأنا أحد الإنسانة لم أتبعني على شيء مباشرة أنت تبعني على هذا الشيء الذي أ study that I work أي؟ حقيقي أن أهضر عليه هذا الشيء يريد أن يتبعني له لم أتبدو من الله الذي كان لا تكون مظ recherche ما يوضعتني عن random on people نسيت الفيلم و جايت تهضر لي أنا على تخربية هل قلت لك عنك؟ بسعى اللقوبة القريبة من السينيما نجب التحديث عن الكبار عندما أنني معا و رأيت الفيلم عندما يتعرفون الناس و يسعون لكنهم لا يرون شيئا أطلق الأن يمكن أن نصر أيضاً على التخربية ولكن كنت أعتقد أن الأن يتحدث عن المشأة في البلاد لا أحتاج أيضاً أنا لا أحتاج أيضاً وأنتم نصر أيضاً لا أعلم شيء لأنك لا زعج بخفية حالة من المعارضة. لا أجل هذا الشيء. كانت أختي ومعارضة بالنسبة لأنها كانت مهمة لأنها تتكلم. ومعارضة بالنسبة لأنها تتكلم. ومعارضة حالة من المعارضة. يعني إذا أردت قوة الشروحات. نعم، أردت من خلالها. وخال الله. نسي الراضي، أعلم بأن المرور من كان يفتح بواب كثيرة لكل إنسان يشتغل في السينيما. بالتالي المرحلة المقبضة الممكن أنها تكون مهمة بالنسبة لك هي المشاركة في عمل أجنابي. أنت بصراحة جاءتك من بعد اقتراحات اشتغال في أعمال أجنابية أم لا؟ لا، ما زال لا يوجد اقتراحات وهكذا، ولكن لا يوجد هدرة. هل عندك مناجر؟ في طور. اوه، ما يوجد من المناجر؟ لا، لا، ما يوجد منكم أيضا، ولا يوجد من الجوانب؟ لا، اوه، ومن المناجر؟ مناتجر في فرنسا، ليس هنا، لا يوجد مناجر. لا، ايضا لا، احتاجي إلى أن تعيت لي ونتحدث معك. لا، لا حسب السوق الذي كان. و بالنسبة لديك واضعة بين عينك بأنه إذا كنت تجريبه في الخارج لماذا تجريبه؟ وهذا هو أحد من الأهدف للمهارة جنة عربية تقدم آدم وهو مطلب مشروع و أظن بأنه واضعة بين عينك مثلا هذا الهدف صراحة أنا لم أكن واضعة ولكن ذلك شي جاء بالفيلم يمكن الشخصية التي مثلتها و لم يكن أحسنها لم يكن أحسن أن شخصية التي تجيب لك أدوار وحدين أخرين لا يمكن أن نقاتل في بلادي أخرين و لا تكون ضمن نتيجة و لا يعرفون ماذا هم لا يمكن أن تكون لهم بأكد ما أمتلاك لكي تكون حمقاً باكداراً لكي تكون مكانا فرصاً بلدك أو مكانا فرصاً بلادك و تحترموك على ما يفعل في بلادك و الحمد لله شافوا بعد الفيلم آدم لا شافوكًا حوالك وإن ذلك يقولون لا لا شو يخلينا شفوا هم سامية دور لي ما زال أنت رشعلي هتالجوائز أخرى هذا الفين هذا بكل صراحة كما قلت أنت وإكتل يوم في اللقاء معك بأنه كان ما قبل كان وما بعد كان وصلنا من هنا الشطر الأول والأول مرة عبتي وكان حلم أنه نسير رادي تجي للبرنامج وتتكلم كتر مني ما كنت تتكلم أنا وهذا شيء يتحقق اليوم نسير رادي ننهيو الشطر الأول لكن ما زال نرجعون نتكلمون كملوا سيليمو وتلفزيون ومرة مرة نطلعوا على آدم نلتقي بعد قليل ترحيب الخاص بكل من ينضم في شطر الثاني من الـ FBM المواجهة اليوم الممثلة مغربية نسير رادي في الـ FBM المواجهة صورتي مؤخرا مع سيبس المكلعي في شريط سينيمائي الطويل الثاني ديالو بإمكانات محدودة بزاف كنعرف مزيان علاقتك بسيكلاي والرغبة ديالك في الاشتغال معه في الأغلبية ديال المشاريع ديالو هدر لينا غير مشكلة عامة ما لات دور اللي صورتي في الفيلم ولا منشروع ديال مخرج اللي صراحة جدي بزاف ويحتري من المهنة بزاف ما لات ديالو بزاف ويحتوي من هذا الفيلم كنت في فرنسا وكتب لي قليل يا نسرين انا انصفت لك هذا الفيديو شوفي وقلي لي واش تبغي تلعبي معي برسوناج بحلعه قال لي شوفي تلخر بالحق تعلم تلقي 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 على عمله qué did are you think i'm not allowed to live لأنه قليلا وقليوا يقول لا داروري تلقي فبي ليه لم يكتب لي تلقي 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 وعندو ان اشتغلتني لأنه شخصي رجل صعب صعب ذلك جسديا يعني كنت لأمارش وحسني نهضروا على الفيلم ما نعنيتو امارك وحسني نهضر أهلا بلقensa دور صعيب. دور صعيب بثاف. خاصة ندير افور كبير زي ما فلوكوغ ديالي باش نخدمه. ولكن قناني. قناني وانا كنت يقفع بسلام بثاف. وعارف بانا ومثلت معا عادي يكون فيلم مزيان. انا عارف الناس القلال اللي كتكون عارف بانا من نتجا ميكش تكون. انا عبسلام ما عيت لي. بلا ما يسافت لي السنان وانا اخدم معا. حتى عارف شنو كاين وعارف ما عيت ليش اي حاجة ومعاديش. وهو اصلا ما يديرش اي حاجة. كان عارف انا يا ع اخدام وخاصة ديالي كمشي فيه. ومن الناس اللي امنوا بيا بزاف من اللي كنت كان قرا في المعد. من البدايات ديالي اه. من البدايات ديالي اه. واسب سامت لعي الفيلم دياله كما قلت صور بامكانات محدودة. للاسف كنا نتمنوا انه بحالة انه اي ديال مخرجي ما فيها باس انه تكون شوية تفر الامكانات لهم لانهم ما كيخيبوش في اخير المعطاف. كين الناس اللي كيخيبو وراك تسهل عليهم الامور باش كيجبرو مواريد وعلى كل حال. ده نوض ودهو 이�اخر. لازلا الله وغاية نارك يمكنوا امكانية باش اطلب فيلم يسيجا ـ و ذالما عزقي يكونوا امكانيات ومكدرش فيلم مزيان ـ غير هو مزيان يكونوا ـ با Chan انقلوا معلوم مزيان يكون ولكن interact و بهذا احت los فيلم بيرتياح ـ لكن مع رحتنى ديالي معظمنا هتكونو امكانيات باش تقلب فيلم إذا متقدروا واоко بيدرش فيلم حياتك كاملة ـ. ما يمكنش بقاركوسك ـ حيَّzamộين مزيز في وضع التوضع ما abandonar بالبال المالك ـ ذال . حلط كنت مشاركة في دور في مالاك بالتالي كان كيبان بأن المونتاج في نونسي سيكون شوية أسهل ولكن على كل حال كينا دوره في أخرى و فتائهون الزيغاري ديالساعد خلاف ما نحرقوش الفيلم بزاف لأنه ما زال عاد يشوفوا الجمهور ولكن انتباليك هتجربة هذي نسرين بشكل عام ما كيبالك بأنه الميزان كي غيطيح مقارنة بآدم لا ما يطيحش أصلا تائهون مع سايد خلاف درتو قبل من آدم و شخصيه ديالي فيه كانت عجباني بزاف و زما شخصيه مغايرة على آدم مغايرة بزاف على آدم غير والنتيجة مش هي النتيجة ما عرفت عن النتيجة لأن فيلم ما زال ما تشافش الفيلم ما زال ما خرج شانت بيبليك باش نعرفوا النتيجة لحساعة آدم ما زال ما خرج شال نحن نشارك في مهرج عنا ما زال ما شاركش في مهرج عنا ما يمكنش نعرفه ولكن انا كنت قد نقول شي حاجة أنا كنت تحميل مسؤولية ديالي كممتيلة داخل الفيلم ما يتحكمش عليك في سياق كامل و أنا ما يمكنش نحكم على شي حاجة أخرى من غير تمثيل ديالي غير فتريقات الاشتغال غير فتريقات الاشتغال لان احترام ليس سعيد خلف عندي للي حسير رم كبير احنا كنت هدروي في المهنة مثلا مو قارنة بين طريقة الاشتغال بين مريم وسعيد خلف كن اختلاف ولكن علشان قارنه حسيرها مهنة هادئة يعني مثلا الطريقة ديال ي بعد الذي اعداد للبرسوناج لا تساعد تساعد كان يجي عندي ربات وكان خدموه انا ويالبرسوناج ولكن البرسوناج ديلي مع مريم كان بوحد طريقة وحدة اخرى مش كيف ما اشتغلنا معا ساعد تساعد لبعيتي كان كي كي يهدر معايا للبرسوناج بزاف كنا كنا نقشو برسوناج بزاف وكنا كنهضرو على الفيلم وعلى الفيزيون دياله وكان كي بارتاجي معايا كل شي الفيلم ديال ولكن انا قلت لكم ممكنش نحكم على الفيلم غير واحد إلا لما امكرحك موش على الفيلم مادم انك انت قوتي واحدة جملة مهمة ممتل منك يشارك يجب ان يتحمل المسؤولية ديال الاختيار دياله ويتحكم عليه على المشاركة دياله مثلا انت ركش تلافيرسون لولا ديالفيلم انت راضي على راسك باش ما نقوش على سعيد خلف انت بالنسبة لعندك واش رضيتي على راسك داخل فيلم ديال سعيد ايه اه راضي على راسي على الشخصية اللي قدمت ما كانتش كان نقدر نقول لك كان ما زال خاصني نخدم عليه ايه اكتر ايه ايا كاج عندنا نوقت بزاف لا تعرف لضع ديال الديكور نا راك جاوبتي اياه لا ما كاج عندنا بزاف ديال الوقت نا راك جاوبتي علاس لامسك لا ماشي جاوبة لا مايعرف لا يا مجديني جاوبتي مزيان هاي القضية هادي شوف انا عندما كان انا في الصراحة باش نكون واضح معك انتي معمورك ايقدام مع مرة تنزل إقاع بشكل كبير حتى لو كانت في أعمالك الفازية ماذا نتكلم عليها الأداء ديال نيسين الرادي باش نكون صادق وصريح معك حد الأدنى ديما متوفرة غير هو كين العمل اللي كتكون فيه كتتخلق لك ديك الألفة مع ديك البرسوناج بوحد طريقة اللي كبيرة وكبيرة كزيف الدور ديال سامية دور اللي بكل صراحة أنا اللي كنعرف نيسين الرادي وكنعرف باركور ديالا مزيان بكل صراحة غير شفت الفيلم كين فرق كبير على ما سابق ومثل هل تعتطنيش فرصة أني متلب حالك الدور قبل ايه أنا كنت كان متلم في مسلسلات اللي كي اللي أنا يلعب دور وخاص صراحة الأدوار اللي يلعبت كاملة في مسلسلات وأدوار مهمة ولكن كنشوف اللي متلين معايا كنتمتل معايا كنشوفهم عارفاش تتمتل وعندها بطولة لا مشكلة هذا هو المشكلة اللي من فهو مش في المغريب هذا هو اللي ما يمكن استهدر عليه وانجبك واحد لها جاهدرتي على المستوى ديالي لازمه في الأعمال التلفزية وديم ما زهر موصناش لهذا لا يلا دا باهترتي عليه ايه ورائك كنت كان وجدك ويتنادر على التلفازة اه جي مرحبا وماشي ايه ايه ما هي حالكك حاليا بالتلفزيون كين موجه ديال الاشتغال في أعمال التلفزية كتصور القناة العربية حاليا عندنا جاوك انتشي قتراحت في هذا الباب هذا او لادة بتركيزك كين على السينيما لا انا فشكنت فالقونا في المهرجين اهدروا معايا من الميصر على شي برامج لم تفهمني ألبنا حولي يمكنكم أن أضعني شيئا ويكتبون بهم ويقولون للغاية كل شيئ يجب عليهم أنا فاعثة في كل شيئ هل تعملوني في مستقبالة أو أفعلة الرسالة؟ لا لدي أي صادقات كانت عندي بروبوزيسيون ولكن ما أجبنيش سيناعيو ذلك شيء مزمام مش ذلك شيء اللي بريت نبان فيه أنا ذا بقيت لك حريصة على انتقال أدوار ديالي مستح ننقدم شيء حاجة مزيانة ولا مبلاش مش دروري نكون في تلفاز وليسيك تكلم بحالي ستارة مزيان مرسي غربوا مزان مع النشفة ديال النجوم يلا وكن هدا نحسب رؤى من الجانب دي الاحترام المهنة برافو عليك على ذكر تلفزيون انتي كنتي وعتيه هنا في هذا المعيد بأنك عمرك بقية تحت رجلك وشي سيدكو بشكل اللي كيتم به الاشتغال عليه حاليا ولكن هو الشي اللي وفيت به من بعد فرمدالليفات لنا الحمد لله ما كنتيش ولكن شايفوك المغاربة في مسلسل بعنوان الماضي لا يموت أنا طريقة باش كيتم اشتغال بها على بزاف ديال الأعمال التلفازية كتجعلني انتمنى بأن هذا الماضي يريموت في الدراما في الاغلب ديالو ماشي في الكل ديالو غير يموت وصافي معنا ندموش عليها كيف يبالك؟ هو مزيلا لما يموت بعض المرات لو كنت في الدراما في تلفزيون طريقة الاشتغال عليها ولكن في المسلسل الماضي لا يموت لفعيتي كنا أنا خدمت بزاف العتاري في المغرب ومع بزاف شركات الانتاج خدمت معاهم قبل لفعيتي كانوا عندنا بزاف ديال الإمكانيات وكينا نعطوه هاتش اللي عجميه أنا فيديو رماما عماني خدمت معاهم أول عمل كان عندي معاهم والماندي لا يموت الظروف ديال الاشتغال ديال المسلسل كانت كبيرة بزاف بقى ما كيناوا عندنا في المعرشي داب احيط اللي كان في السوق دبرا احنا كان عارفوه عارفين كل شي اه اه واخا نشوفوا احنا مقاطعة من عالي المسلسل انيسا انشيالي كان بغري فى الدرق كله والله ومم كاملين ما كان حمل قمش احب وحدة احفاك ما عنديش مصحب لي كان كنبالي دروق وش كنقال لك أنا كنناخد لي دخول اده بقي سوي باش بردق اح عفلا يتيلا ما عندي مانعد ايك وياك انتي قلتلك الخرسي كنبال حوان شكوا صاريب عما احساك حتى عديره هنا يالا خرسي كنبالي خدمتي مانتي لك انتبعت براي واسكت حيديدك الشي ماشقون قليك انا بساك ماذا قلاليك انا باعان برا شوفي نزتيفي حانت بترعليك وما بغاش شوفي نكيك نبولي منيك كباحا ماذا أنت ترميني؟ قبل أن ترمي، وقل لي أمتي اللي تلاحظت عليها، ومن هي دفعت على رأسي ما غاديش يتيقك ما غادي يقونيش ما غادي يقونيش قبل أني كنت ترغي وعندك أدوك رجلات تقصحوا تخلص تفعلك ما تشوفت نسي الراضي أمارك أمارك لا شوف حيث أنا ما تفرشت ما تفرشت في المسلسة لأنني كان في الوقت العرض مني كان مهرجا ندير كارف نسي الراضي العمل لأنني أتمنى كثير من الحلقات للجانب كيف تخدمات تم اشتغال على القصة أمور ما تتعنيك نسي الراضي لأنني كان قصد بأنه ما تكون عندك ممتلة مجربة أو ممتلة مجربة أو ممتلة مجربة وكتجيك تحتاجها شيء واحد مزيلا أنك تحتاجها فرصة ولكن مزيلا أنه يتوجد شيء شوية باش على الأقل نقوله ما يتحرقش أو ما يبنش ناقصها شيء اللي بغيت ننقصد ولكن على كل حانتير قلت بأنه مزيلا نفتحه لباب الطاقة الشابة لأنه لم تكن تجبرت أي طريق سعليك أنا ما عرفت ما كنتش بغيت أن هذا الشيء أثر عليها في الخدمة بغيت كنديل بحالة ما كنش أنا غاده هو ذلك الشيء تيدوز 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 ولكن كيف يأثر ما علوم ما يأثر لكن كنت أثر عليها ما كنت سنحب الشعالة ديانا هي الاستمراري هي اللي صعيبة في الخدمة واخا دورك في المزلسل دي الماضي لياموت اللي هو عمل محترمي بثاف ديال أساسيات ديال عمل تلفازين مقارنتين بأعمال الخراب لكي نعطيه وحقه وكل صراحة شافوه المغاربة وكين لحد الأدنى أربما أكثر غيره كان مدام أنه هو آخر عمل تلفازيني اللي بنتي فيه صراحة الله بنتي فيه بطريقة التي نقول لك ألفة العين أن ترى بها بمعنى 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 تيرك ديال في الصياق محتفظة بالصورة اللي عند الناس الأداء ديالك ما كيخليش شنطيبع سيئ ولكن ما كييتركنهش نحسو بذيك تمييوز عملت الفازيجة في وقت اللي ما فيش ربما تصور ديال عمل سينمائي قررنا نخدمه شوية فانتدار اقتراح جاد في سينما الشيخ سعدني الكربي فكره جميلة ممتساعد الوقت بزيار. نعم، ليس في السينيما، يجب أن تصور ربعتاشر سيكونز في النهار أو اثناشر سيكونز في النهار. ليس يجب أن تصور ثلاثة سيكونز في النهار أو جوج أو واحدة. لا يمكنك أن تتعاود وتتعاود وتتعاود وتتعجن في ذلك شيء. تخير معي لكم كنا نصوره مثلاً عمال يدوز فرمدال، ونبدو تصويره في سبتمبر أو في أكتوبر. نعم، أطلالك السينيما. لا 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 نقوله بالنفس الإمكان. لكن الشهر أين كانت متساعده. لما يجب أن أرى السينيما في الجميلة. لا يجب أن أتشاهد تلك الجميلة في الجميلة. نعم، أطلالك السينيما في الجميلة. حقاً. لسينا نطلق في الرجال أن لدي تصوير في الواحدة الإشارة الآخرية. كنا تتحدث عنها في المرة التي نفت على المسرحة. كنا أنت تحدث عنها لديك يوم. كنا نقول بأن تتحدث عن تجربة يتيمة. لما مشيتي الكان والتقتي بممثلات لمجربات بزاف واللي كيزاوجوا ما بين مثلا تلفزيون سينيما والمصرح مثلا لبناء أزابان ما بين المصرح سينيما ربما رودتك الفكرة ديال انه وعلاش لله انه الانسان إلا كان عمل مسرحي أنا ما تكação لا يقولها كي ستعلق المرات لا يسمحو لك كان الموردين بأدخل الناس لا نفكر لا يسمحو بشكل مدير نحن ندرق مع مخارجون موعة منهم مع مقاوعة منهم مع اكيب ما تصدير ومع الموقعين تنقل المدن أخرين ويكون لدينا المنموم ظروف إنسانية ظروف مادة وهي شي شوية لا تستفتني أنا المكناس ولا تجيب لي الغداء ولا تقلب في المحلابات لكي نأكل اسمح لي هذا ليس شي مصرح هذا ليس شي مصرح هذا ليس شي مصرح ولكن كان كان لديك حاولي شي شوية لم أعرف أنني قلت لك هذا شي على حساب تجارب ديالي مكايني الناس اللي أنا كنت احترمهم في المصرح اللي هم صاحبنا اللي زادتها أكوال أنا مر محمود شادي مؤخرا محمود أنا عزيزة لي بزاف محمود يخدم بكندن هو إنسان محترم ومحترم للمسرح مخا نسلين نمشي نخليك تسمع واحد شهادة ديال واحد السيد اللي هو السابسان كلاعي شهادة دياله وينا من مولف كان نعرف بي أنه هو أكثر إنسان مخول كندن بشعطي شهادة فيك هو أو مريم توزاني اختارت أنا السابسان كلاعي اللي اشتغلتي معها في عدد من الأعمال نسمعوا تيموني جيلو نسلين الراضي واحدة من المشخصات الجيدات الرائعة اللي عندنا في المغرب لأنه هكا تميز بما أسميه أنا بالدكاء العاطفي اللي هو في نظري أساسي بالنسبة أي مشخص وأي ممثل جيد اللي هو تعبير بالعواطف على المكنونات والفعالات الداخلية الشخصيات ولكن بدكاء كبير يمكن المشخص من قياس مدى هذه العواطف بشكل دقيق كي تمر إلى الجمهور دون أداء مبالغ فيه أو أداء ناقص لقدرة للتبليغ نسلين نظن أنا بأنها الفضاء المناسب لنا والذي يجبع أنها التوجد فيه هو فضاء تصوير الأفلام السينمائية أشبلك؟ صاف وأعرف أنا شحال عزيزة لي وشحال كانت تفاهم أنوية غير بالعينين بلا من ويهضر معي قاع في البلاد وكان فاهموه بزاف وما كانت تفاهم قال باللي أنا دكية في الدكاء العاطفي الدكاء العاطفي حانت ما يمكنش إلا كان ممثل المكلخة لا يمكنش يكون ممثل أصلا بغيت نقول باللي عبد الإسلام لا يوجد شيء دكي راه مخرج دكي لواحد درجة راه ما كتصورش عبد الإسلام تلبس منه شهادة كتبلي كرونيك وكنتمنى له توفيق راه خذّم على اللامسة الخرع على الشارع الطويل الثاني ديا ننتمنى له توفيق طيب ونهاج مع عندك ما تقول فيه يعني كلمه واضح أنا وعرفني أنا كيفش ديرا زيما ما كانت هدرش بزاف فاكي يشكرني شيء واحد ولكني الأول عارف كل شيء نمشي لأحتيك صور ثلاثة ديال أسماء ونخليك في كل مرة تعريق ونشوفه الاسم الأول توقعتي أنها لا تخلص. نعم. نعم. هي الشخص الذي قريبتها. لقد استفتتنا بزاف هذه الحواجة. كيف كنت تعمل معي. كيف كنت تعمل معي. كيف كنت تعمل معي. أتبارك الله ممثلة. كبيرة كبيرة. وأفلامها تهدر عليها. لا يمكن أن نهدر عليها. غير المضيفة التي تعرف أنها إنسانة حقيقية. إنسانة. لا يمكن أن تكون ممثلة إنسانة. ورغم الصعوبات في الدريجة. تقتلت بزاف. لكن كنت تتجربة لأنه إذا عقلتي كان عند العرض العالمي الأول. وفي المساء صفرت على ود. نعم. هذه المسرحية كبيرة. وعرفت هذه المسرحية المثلت. ثلاثة تسوية. وهي سيوء ثاني. نعم. 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 نعم.